اشتركوا في القناة بعد الاخطاء الادارية المصاحبة لبعثة الفريق الى السنغال والتي ادت الى حرمان الفريق من جهود اللاعب محمد اشرف روقة بسبب انتهاء جواز صفري بعد عشر ساعات انتظار لبعثة نادي الزمالك في مطار الجزائر نتيجة رفض موريتانيا عبور طائرة الزمالك عبر مجالها الجوي ولعدم حصولها على التصريح الامني كانت مالي هي الحل للوصول للسنغال احمد سليمان مديونية الزمالك 2 مليار جنيه وارفض فكرة جمع تبرعات لتجديد عقد ساسي الاهلي يخود المراني الرئيسي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا بدور الابطال مدرب الاسماعيلي السابق المدربون الاجانب ورطوا الدرويش الحكم الدولي السابق سمير عثمان ينتقد اتحاد القرى بسبب عدم تطبيق الفار في كأس مصر واخيرا اتحاد القرى يستقر على اقامة مباراة ودية بين القدامة الاندية في مقاوية اتحاد القرى المقرر لها 3 ديسمبر الجاري وبكده تكون عنوين اخبارنا انتهت وحابب اقول نجوم بلدنا في زمن القرى الجميل سطروا كتب التاريخ جيل وراجيل جيل صالح سليم وعبد العزيز قبيل فاكرين النوس وشيحتة والنجم علي خليل دخلوا القلوب بسرعة بسلكهم الجميل دلوقتي تلاقي واحد دلوقتي تلاقي واحد عامل ترند تقيل شغال يا ناس تقطيع وترياء وتقليل يشتم رموز الكورة ويكمل التحفيل اصل الكلمة امانة حملة قيل لسانك حصانك يا صاحبي كفاية بقى تضليل خليك في الحق واضح وللامانة دليل طبعا يعني كلمات مؤسرة ونتمنى توفيق للجميع وبكده يكون فقرة عنوية الاخبار انتهت واحنا في استقبال رمز من رموز الكورة الجميل حاجة رائعة وحاجة في السلوك القويم كابتن ابراهيم عب صمد خلونا نستقبل الكابتن ابراهيم عب صمد ولكن بعد الفصل اشتركوا في القناة